هلو سهلا اليوم درس مهم جدا 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 خاص في اختبار التوفل لذا لنبدأ أول عبارة هي side effect لازم كل واحد فينا يعرف معنى هذه العبارة لأنها مهمة ومنتشرة بشكل فضيع side effect معناها عرض جانبي أو أثر جانبي مثلا مثلا depression is a side effect of cancer يعني الاكتئاب هو عرض جانبي للسرطان الكلمة الثانية هي sided sided يعني ذو جوانب مثلا sided table يعني طاولة لها جوانب side road side road يعني طريق جانبي فما أدري إذا هم يقصدوا طريق الخدمات زي عندنا أو لا سايد واك سايد واك يعني رصيف المشاة بالبرطاني side walk وهذا التعبير للمحترفين وهو جميل جدا يفيدك في الكتابة ويفيدك في التحدث التعبير هو from all sides يعني من كل الجوانب side by side هذا التعبير perfect جميل جدا وعجبني side by side يعني معناها جنبا إلى جنب مثلا they walked along the street side by side يعني لقد مشوا على طول الطريق جنبا إلى جنب وصلنا إلى الكلمة قبل الأخيرة اللي هي side with side with معناها ينحاز إلى أو يناصر مثلا don't side with him against us يعني لا تناصر أو لا تنحاز إلي ضدنا وصلنا عند آخر عبارة اللي اليوم هي side view side view يعني نظرة جانبية لو تلاحظوا أن كل عبارة اليوم تتمركز أو تتمحور حول كلمة واحدة اللي هي side الكلمات أو العبارات اللي قلتها اليوم مهمة في اختبار التوفل فإذا ما كنت تعرفها فلازم تعرفها وخاصة side effect اللي هو أثر جانبي ومع السلامة First thing first side walk تكتب على كلمة على شكل كلمة واحدة وأمس أنا كتبتها على شكل كلمتين فعذرا للغلط ثاني شي إنه side walk هذي بالأمريكي لكن بالبريطاني يقولوا pavement pavement يعني رصيف وآخر شي كلمة walk يعني يمشي بالأمريكي walk بالبريطاني walk هذا كان فقط توضيح بسيط لأن بعض المتابعين كان عندهم مشكلية في هذه الأشياء والحين أتوقع وضحت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر